صورة الفرج بفضل الله هذه الصورة تقرأها مرة واحدة تفتح لك خزائن الأرض وتفك قربك وتقضي حاجتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسعد دائما بالتواصل معكم يا رب دائما تكونوا بخير وفي أتم السحة والعافية دائما يا رب النهاردة بإذن الله سأحدثكم عن فائدة عظيمة جدا وهي بسر صورة عظيمة من القرآن الكريم وهذه الصورة كما جاء عن المجربات وعن من قرآها ودوم عليها كورد يومي جاء عن فضل هذه الصورة الكثير فجاء عن هذه الصورة بفضل الله أنها صورة الفرج وأنها صورة التعويد أي أنها تعود من الله عز وجل هذه الصورة لها قرامات ونورانيات من الله سبحانه وتعالى ولها فوائد كثيرة جدا والصورة دائما لها ثمر جميلة جدا لكشف المنامي اللي بيقرأها قبل النوم كان سبحان الله يبعث الله له في منامه بشرة يخبره بالحل والمخرج وهذه الصورة عظيمة للنصر على الأعداء وفيها الفرج كثير مننا يا جماعة بيواجه عقبات وكثير مننا بيواجه أزمات وكثير مننا بيواجه مشاكل ولكن يجب أن نكون متفكين من البداية أن القرآن الكريم كله خير والله سبحانه وتعالى خص بعض سور وبعض الأسكار بأسرار معينة وبنورانيات معينة والقرآن الكريم يعون ومدد من الله عز وجل إن هذا كلام الله وفيه أسرار وفيه معجزات وكثير مما قرأ القرآن وتدبر القرآن ولجأ إلى الله عز وجل لتغيرت حياته بالكامل بفضل الله أولا ثم بفضل القرآن الكريم والذكر فلا يوجد مانع أن تقرأ بعض السور لأفضال معينة وتقرأ بعض الآيات لأفضال معينة في النهاردة إن شاء الله أنا بكلمكم عن صورة عظيمة جدا جدا زي ما قلت لكم الصورة دا هي صورة الخير وصورة الفرج صورة التعويض الصورة اللي فيها أسرار كثيرة جدا جدا لا تعد ولا تحصى هذه الصورة يا جماعة هي صورة عظيمة جدا بمجرد ما تقرأها مرة واحدة بالطريقة اللي أنا أقول هالك بإذن الله هتشوف ثمرات كثيرة على حياتك من الثمرات اللي هتشوفها النصر على أعدائك والنصر على المشاكل وعلى العقبات ومن كرامات هذه الصورة هي الفرج إذا كنت شخص مديونا إذا كنت شخص حزين إذا كنت شخص تشعر أن الدنيا غلقت أمامك إذا كنت شخص تريد أن تفتح لك أبواب الدنيا بمصرعيها إذا كنت تعمل في التجارة أو تعمل في أي مجال تريد أن الرزق والفرج يأتيك اقرأ هذه الصورة مرة واحدة وهتشوف البشارات بإذن الله وعلى بركة الله نبدأ في ذكر الصورة وذكر تفاصيل الفائدة بالكامل بإذن الله بس قبل ما أبدأ في ذكر التفاصيل أتمنى لو أنت لسه جديد معايا في القناة تشرفنا وتشترك وتضغط على زر اللايك وتفعل الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد ولو أنت من متابعين قناة روحانيات وأسرار مع أحمد ستون اضغط على زر اللايك وشارك الفيديو على أوسع نطاق حتى تعمل فائدة للجميع ويلا بينا أحبابي نسمي الله ونبدأ في ذكر التفاصيل للفائدة طبعا يا جماعة هذه الصورة هي صورة الليل صورة الليل من الصورة العظيمة جدا في القرآن الكريم صورة الليل صورة مكية وعدد آياتها 21 آية ترتبها 92 في المصحف وطريقة الفائدة هي أولا تكون طاهر الثياب والبدن ومتوجه للكبلة في أي يوم في جوف الليل يعني ما بيشتريتش فيها يوم معين وتقرأ صورة الليل بصوت مسموع مرة واحدة ثانيا تقول اسم الله تعالى الباصد يو باصد 210 مرة وعلى فكرة الأعداد ليست إلزامية يعني ممكن أن تقول 200 مرة أو 100 مرة أو 150 مرة يعني العدد ليس شرطا لتحقيق الفائدة ثالثا تردد هذا الدعاء سبع مرات والدعاء هو اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا من أمري اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا من أمري هتردد هذا الدعاء سبع مرات وبكده تكون الفائدة خلست وأتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو وأسأل الله أن يوفق كل مرأة هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمتم في خير